إليكم أنا والطيبون من العراقي أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في هذه الجلسة الاستثنائية للقطاع عشرين محدثكم مدير الزوم توستماستر مجاهد عبدالجبار القيسي من نادي المربد في العراق وهو نادي انضم مؤخراً إلى القطاع عشرين وهو قيد التأسيس مهمتي لهذا اليوم هي إدارة قاعة البث الافتراضي عن طريق منصة الزوم ملاحظتان مهمتان أتمنى من الجميع الانتزام بهما الأولى لاقط الصوت أتمنى أن يكون مغلقاً عند الجميع وأنا سأحاول أن أحافظ على هدوء الغرفة هذه المعلومة الأولى والملاحظة الأولى الملاحظة الثانية بخصوص مداخلات الحضور وأسئلتهم في نهاية كل ورشة إن شاء الله سيكون هناك وقت للأسئلة والاستفسارات حول الورشتين التي ستقدمان في مجال التسويق أما الآن أعزائي أسلم المنصة إلى عريف جلستنا وقبل أن يستلم اسمحوا لي أن أقدمه لكم بشكل مختصص عريفنا الخاص لهذا اليوم توست ماسر عبدالله الماجد عاشق للغة العربية عاشق للتعليم والتعلم مدرب دولي معتمد لايف كوتش على المستوى المحلي والعربي شعاره في الحياة كن ذا أثر انضم إلى مؤسسة توست ماسرز عام 2015 تقلد عدة مناصب على مستوى النادي والمنطقة والقسم حصل على المركز الثالث في مسابقة تقويم الخطب العربية على مستوى القسم لموسم 2017-2018 كما حصل على المركز الثاني بمسابقة تقويم الخطب العربية على القسم لعام 2020-2021 وهو أيضا تعليمية نادي توست ماسرز الرائع والآن ندعو المنصة تحت إدارة الأستاذ عبدالله الماجد عريف جلستنا فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير إلى الأستاذ توست ماسرز مجاهد الغيسي يا حياكم الله جميعا وياكم أخوكم عبدالله الماجد هذا في منظمة توست ماسرز المنظمة التي ضمت كوكبة ولا أرواح من فن الإلقاء والخطابة التحدث أرام الجمهور أيضا من الناس القيادين وعلمتنا شنو معنى القيادة اليوم راح يكون عندنا ورشتين ما أعتقد أنه من قبل سووها ولكن إذا هم الله خير وشؤون الأندية العربية في القطاع عشرين اللي يضم الكويت البحرين ومؤخرا نضم العراق وما سروح أن نقول حياكم الرحمن راح يكون عندنا ورشتين الورشة الأولى راح تكون عن البودكاست تعليق الصوتي الأداء الصوتي شون إذا الواحد كان عنده لايفات راح يقدمها لنا شخص متخصص وعندنا من بعدها الورشة الأخرى اللي هي راح تكون عن التسويق وهي ورشة التسويق الإلكتروني وإلى آخر أيضا شخص مختص آخر راح يكون معانا في هذه الورشة ويعطينا من الدرر المنثورة والمعلومات القيمة اللي موجودة عندهم قبل لا نبدي راح يكون معاي نيقاتي أيضا راح ينسق لنا الوقت لكل فقرة منهم أو لكل ورشة منهم راح يكون عندنا وقت معين ولكن نستأذن من مدير الأندية العربية ومن المقيم لهذه الورشة في أخذ استراحة خمس دقائق علشان صلاة العشاء لأنه توأذن عندنا فناخذ استراحة من بعد ما أخذت الأذن من ديتي أم يونس ومن بعدها إن شاء الله نرجع لكم ترجمة نانسي قنقر 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 لأنه في استراتيجيات كثيرة بس اليوم إحنا راح نركز على التسويق عبر البريد الإلكتروني الهدف منها أن نرسل محتوى يضيق محتملين ونحاول أن نجذبهم يكونون أعضاء ميويانا في النادي شنو أهميته؟ أول شيء أنه هو أكثر تأثيراً أقل تكلفة يمكن الكل يقول أوكي نقدر نسوي تسويق عبر الانستجرام أو حتى على الفيسبوك دائماً إذا أحنا بنسوي تسويق لراح يكون مثل سبونسر ولازم ندفع عليه مبلغ لكن التسويق عبر البريد الإلكتروني في معظم الأوقات أو نقدر نقول إلى حد معين بيكون مجاني شخصي وقابل للتخصيص نقدر نحدد اسم الشخص المنصب وأكثر من الشغلة التأثير الموجه يكون موجه حق شخص معين قابل للقياس لأنه بنقدر نقيس هل هم شنو ردة فعلهم هل هم فتحوا الإيميل أو لا أو حتى هم سجلوا إلى هالفعالية أو لا وأكيد سهولة الوصول لكي يقدر يفتح الإيميل من أي جهاز مثل ما نشوف هني إحصائيات إحصائية واحدة تراوي إن شلون عدد المستخدمين قاعد يزيد وفي إحتمالية أنه يزيد بعد في حتى السنوات الغارة فالكترس الأكبر قاعد يزيد في التسويق اللي هو التسويق عبر البريد الإلكتروني نبدأ شوي في أهدف محددة بوضوح قبل ما نرثل أي إيميل المفروض أننا نحدد هدفنا شو الهدف؟ هل الهدف زيادة عدد الأعضاء في النادي؟ هل الهدف نشر الوعي عن مثلا بأهمية الخطابة؟ نشر الوعي بأهمية تنمية مهارات التواصل التي تهدف إليها من ربما تخصمها السلزة العالمية؟ أو أننا نسوقها فعالية معينة؟ فأول شغلة لازم ننتبه إليها أننا نحدد الهدف في الوضوح شو الهدف؟ من وراء الإيميل أو من وراء الإلكتروني اللي راح نبعث دائما نحاول أن نحط هدف واضح بعد ما نحدد الهدف لازم يكون فيه نقدر لازم نشارك الشخص المرسل إليه مثلا سجل الآن إذا تطلع له هالزر أو هالبتن سجل الآن تحميل الملف شاركنا رايك عرض المحتوى وأحجز مقاعدك يفضل أننا نحن نحط هذه الأمور أولا راح تكون أوضح للشخص المرسل إليه وقت ما يفتح الإيميل أو وقت ما يفتح البرد الإلكتروني راح يشوف أوكي تتجل الآن معناته المطلوب مننا أن يستجل في فعالية معينة المطلوب مننا أن يحمل الملف المطلوب مننا أن يشارك أو يعرض المحتوى أو يجلز مقاعده في فعالية معينة وقبل ما ننسى لازم نذكركم أن أهم نقطة أننا نحن نحدد عنوان جذاب للبرد الإلكتروني ما حد راح يفتح العنوان إذا ما كان ما حد راح يفتح الإيميل عفوا إذا ما كان عنوان أو معرفين الشخص المرسل إليه يمكن الشخص المرسل إذا ما عرفنا الشخص المرسل على الأقل يكون عنوان جذاب يجذبنا أن لازم أتشوف شونا داخل الإيميل لازم أفتح الإيميل فما لازم أننا نحن نحط أو نبعد بريد إلكتروني من غير عنوان يكون العنوان قصير وواضح يفضل أن نستخدم صيغة السؤال علشان نترفق المرسل إليه ونجعل العنوان يركز أكثر على محتوى الإيميل يعني يكون مقارب يكون يوضح شنوء المطلوب من الشخص تمام بريد إلكتروني يكون أقرب بالطبع أنا استخدمت اللغة الإنجازية عشان ما يكون أحد يكون لا يمكن الكلمات تكون جذابة أكثر طبعاً أوافتكم الرأيي طريقة الإثنوب إثنوب كتابة الإلكتروني يفرق لكن لو أني رجع لي الخيار أن أختار أي إيميل أو يجذبني الإيميل أكثر يمكن أختار الإيميل اللي فيه صور أختار الإيميل اللي فيه مثل الكنز البسيطة اللي توضح لنا شنوء المطلوب هناك فيه إحصائية هناك فيه سعر التسجيل فيه صورة توضح شنوء المطلوب وأكيد العنوان واضح حين نروح حق محتوى الإيميل تكلمنا عن شنوء ممكن أطوء من الشخص أو الهدف من الإيميل هني نقدم نتكلم عن شنو المحتوى نص كتابي صورة فيديو ملاف ووصلة الفيديو والصور يعني يفضل أن تكون صغيرة يفضل أن تكون إذا كانت مثلاً أكثر من صورة نحط لها مثلاً البحثن أو الزر أو نقدر نحط لها مثلاً الوصلة إذا حاب يفتح الصور دائماً إذا نحط أكثر من صورة يمكن بعض الإيميلات توصل في أو في أو ساعات تكون مثلاً الشخص فاتحنا من الجهاز من التلفون فتكون طابعة لتنزيل كل الصور تمام البرامج المقترحة في برنامجين استخدمتهم اثنينهم لكل برنامج أقدر أكوز في مميزات وأكيد في عيوب شوي بنروح عليها واحد واحدة من المميزات والعيوب وراح نراويكم ويا بعض رح نشتغل ويا بعض شلون نحنا نقدر نستخدم ونستخدم في ملقة أو نحنا نطرش بريد إلكتروني شخصي لكل شخص لكل فرد لكل توسماسر تمام أكيد أكيد يبقى اللي حاب يفتح البرنامج Please Feel free لا تترددون وراح نعطيكم وقت للأسئلة بعد شوي خلا أبدأ بالجيميل أو طبعا الكل عنده جيميل مراويكم شلون نحنا نستخدم نتخدم شخصي لكل فرد بإسمه يمكن نقدر نختار المنصب نقدر نختار أي ميزة أو صفة معينة حق كل شخص أول شي نفتح صفحة Google Sheets Google Sheets من وين نفتح أكيد من الجي سويت اللي هي مجرد نروح إلى الجيميل ونفتح من Google Sheets صفحة عادية نفتحها أول ما نفتحها نروح حق الاكستنشن هاي الاكستنشن لازم تضيقون أو لازم تنسون اللي هو ميل مر 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 تنسون أو إن شاء الله راح أطمش الخطوات بعدين ميل مر 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 احنا نقدر مساي متل هني حطيت مر يمكن احنا حبي نطفرش حق أعطاء معينين الي صف operates position يميل them file attachment file attachment ش للم مهم إذا حب attachment معين لكل شخص نقدر نحطط طريقتين اولنا احنا نضغط extension Add Attachment Add File Attachment نقدر نحطط من Google Drive أو من الكمبيوتر مثل نسوي Upload أو list of files حطيناها في Google Drive folder نقدر نطرش لهم الولدر كامل ففي ثلاث نظرًا إذا حبينا نروح على From Computer أخذ شوية وقت خلقها أفتح بجميل لو تكون أي صورة معينة extension من الـ Google Drive أهم شي يكون عندنا اللينك أو الوصلة تبعها الفايل فايل مثلاً بختار فايل معين مثلاً الميل مرج بسوينا select وراح ينضاف لي اللينك أو نقدر احنا نضيف اللينك عادي من الـ Right Click Copy Link ونحطها في نفس المطران لكن الشخص مقدر نسوي فايل معين ملف معين ينضاف لك ويوصل بشكل شخصي فأهم شي يكون عندنا الاسم Toastmaster Distinguished Toastmaster أو Toastmaster نسوي نقدر نحط تاريخ معين يوصل لها الشخص فيها تاريخ مثلاً قبل بسبوع جحست الممرage sheet وبطرجها المفروض الفعالية تكون مثلاً يوم الخمسة أو يوم الأربعة فأقدر حط تاريخ يوم الأربعة وبطرج في هذا اليوم في الممرage status هالعود راح تكون في راح يبعين لنا أنه وصل الإيميل أو ما وصل للشخص تمام؟ الحين إذا ما ضفنا كل المعلومات حطينا اسم الشخص حطينا المنطب حطينا الإيميل حطينا الملف نروح على مرة ثانية ونروح على Configure Mail Merge Configure Mail Merge هني نقدر نكتب البريد الإلكتروني نكتب كل المعلومات نحط الصور وكل شي راح يكون موضح لكم تمام؟ تطلعين هالصفحة ascender's name اسم الشخص مثلا نقدر نحط التطاع عشرين نقدر نحط المنطقة ثلاثة الإيميل راح يكون نفسه إيميل للشخص اللي يسوى هالMail Merge تمام؟ نقدر نسوي يمكن مثلا رئيس النادي أو رئيس الشؤون العضلية حبي يبعث إيميل بريد إلكتروني لكل الأعضاء نقدر يسوي حق الرئيس يوضح له أن أنا أوكي قاعد أتابع الموضوع continue continue تمام نروح على edit نقدر مكتب كل التفاصيل مثلا أنا خبيت هال هاي الكلاء موجود في نفس البرودكاست اللي وصل للكل فحبيت إنا نرويكم إنا شلون نقدر نحطه مثلا العنوان ورشة خاصة للتسويق مثل ما خان مكتوب طريقة الماثمي التوستماستر المتميز ونحط اسمه خلنا نتبع مرة ثانية التوستماستر كتابة عادية لكن إذا رحنا insert merge fields بتطلع علينا كل الأعمدة أو كل النقاط اللي احنا ضفناها في sheet الاسم مهم علشان توصل لكل شخص صورة بصفة شخصية اسمه حطينا الكلام اللي مطلوب مثلا هنين حط رابط التسجيل الكل عادة ياخد copy paste وحطه ناسخ نر لكن في طريقة حنيوة بس يمكن نقدر نقول ملكي راح ينتبه لها إذا حطيناها بها الطريقة إذا ضفنا الإيميل مثلا نكتب رابط رابط التسجيل نضلل ونروح على اللينك ونسوي copy هج هاللينك فرح يطلع عليهم بها الطريقة بيكون أفضل وبشكل مرتب أكثر سما حب حبينا حط مثلا المنصر نقدر نحط بها الطريقة الفوزش مثلا توسموستر دهراء رئيس أناني نقدر نغير بعد في بعض النقاط نحط اللي هي سواء كان لون الخط إذا كنا حابين نحط ترقيم حابين نحط مقاط نوع الخط أو نقدر نقول الهيدنك الفورمات المعينة وطبعا ها وراح يكون عندنا الخيار أننا نضبط الطريقة أو نداعب في الألوان وفي الفورمات في تصميم الإيميل بشكل نقدر نضيف صورة نقدر نضيف صورة نقدر نضيف صورة إلى إضافة صورة نقدر نضغط على نقدر نضغط هنا وتطلع على كل الصور اللي موجودة مثلا نضغط على صورة وأضيفها في المكان المعين أتمنى ليكون شيء واضح لحد الآن نضغط continue ميزة جدا جميلة أن نضرش إيميل تجريبي نجرب هل عجبنا تصميم الإيميل بشكل مرتب؟ هل في كل نقاط؟ يمكن نبعث حق شخص ثاني يذكرنا هل النقاط كلها منضافة؟ هل النقاط كلها واضحة؟ في بعض الأمور يمكن لها تعديل؟ وبعد نرجع عن عدة مرة ثانية وأكيد ما ننسى نضغط إلى Run Mail Merge وقت ما نضغط Run الMail Merge رح ينبعث إلى كل الأشخاص أهم نقطة لكل يوم 25 إيميل مجاني هاي الميزة إذا نفتخدمها في نطاق النادي يمكن نطاق المنطقة أكثر لكن مقت ما نوصل إلى القطاع أو القسم أحس أن يفضل أننا نزيد عدد الأشخاص اللي مفروض يوصليهم الإيميل طبعاً رح يكون مدفوع بس 25 إيميل رح يكون مجاني 25 إيميل مجاني رح ينبعث سمان أحي خلصنا من الميل مرج بروح على سريع بروح بروح برويكم شلون بعد نروح على الميل شم أول ما نفتح الميل شم هاي الصفحة الرئيسية Create وقت ما احنا بتسوي نموذج جديد من اللي راح يستقبل هالقريد الإلكتروني نحط كل الأشخاص في لست في الجوجل شيت أو كانت الميكروسوفت إكسل الكامبين كل النماذج اللي إحنا طرشناها والإيميلات اللي طرشناها سابقاً راح تكون موجودة مثلاً نروح هني نشوف أكثر من أوكي مثلاً هني طال عندي أكثر من كامبين سوينا أو أكثر من إيميل انبعث إلى الأشخاص بفعاليات مختلفة نحط اسم الفعالية هني ويبين لنا أن هالإيميل انبعث أو هالنموذج خلاص تم إرساله تطلع نسبة للأشخاص اللي فتحوا نسبة الأشخاص اللي بس الضغطوا عليه وبتبين لكم مثلاً عدد الأشخاص اللي وصل لهم مو بس نسبة معينة ولكن راح تكون عددي وطبعاً التاريخ خلاً نرويكم شلون حنا نقدر نسويه منروح إلى كريات وقت ما نضغط على كريات نطلع عندنا ثلاثة نموذج نموذج الأول، الثاني، الثالث، الأول إيميل عادي الإيميل الثاني أو النموذج الثاني إننا إحنا نطلب من الشخص أن يسوي sign up أو أن يسجل في فعالية معينة والنموذج الثالث اللي هو نطلب معلومات من الشخص طبعاً أني أفضل على حسب الفعالية اليوم خلنا نروح على design email تصميم email عادي بتطلع هالصفحة أول شيء نقدر نعدل الاسم نكتب ورشة التسويق بعدين يطلع two add the recipients اللي هم نحط الأشخاص اللي حابين نبعث ليهم هالإيميل لستة الأشخاص لأنه تقريباً 250 شخص مدر نبعث ليهم email في اليوم الواحد الفورم، الوقت اللي ما نضغط add the form ليطلع لها اسم الشخص اللي راح يطلع للناس والإيميل هاي ميزة أكثر أعتبرها ميزة على إنه يتميز الميلشمت إنه مثلاً أقدر أني أثوي حق فعالية معينة وما أكون أني الشخص اللي مفروض يرسلها فأقدر أحط إيميل الشخص اللي مفروض تطلع بإسمه وإسمه تمام؟ نروح إلى subject أنوان البريد الإلكتروني راح يكون هني preview text دائماً يكون في مثل النص اللي مكتوب حق الأشخاص يبين لهم شنو الهدف من هال من هالبريد الإلكتروني واختصاراً للوقت ما قاعدة أسوي ما قاعدة أحقق معلومات بس براويكم فيه نموذج سانج أنا بالنسبة لي أحلى فقرة فقط بس ميمهني كل الأمور نقدر نحطها هني وبتلا نسوي النموذج بعد راح يظل علينا مثلاً هل إحنا حابين نبيع منتج هل إحنا بس حابين أن نسوي announcement أو إعلان عن شي معين نقول قصة، نسوي photo-up اللي هو إحنا متابعة مثلاً في موضوع معين أو حابين بس نعرف الناس على educate تعليم الناس فيه شغلة مهينة خلا نروح معها make an announcement إعلان خلا أراويكم شنو ممكن يكون اختصاراً في الوقت شنو ممكن يكون شكل النموذج أدت تيزاين كون أوكي، تمام من أنه كتشي واضح أول مواني قدر نسوي نقدر نحط أنوان أو نقدر نحط العقوم معين، نقدر نحط صورة معينة أو حتى نص كتابي مثلاً هني نقدر نروح على هذا القلم اللي صار على شكل قلم إنه edit تعديل فأول نقطة replace نغير الصورة مثلا أو نعدل على الصورة أو نحط وصلة هذه الأمور اللي إحنا نحط أو نشجعكم إن تضغطون عليها وقت ذي تحبكم طبعا إذا حطينا replace نجدر نحط صورة اللي حابينها الصور يفضل إن نسويها upload نرفعها قبل ما نفوي أي قبل ما نبدأ في أي نموذج مثلا هنا تشوفون هاي لين صورتين اللي راح نحتاجهم مرفعين وموجودين نختارها ونحطها insert أو إضافة طبعا ما راح تشوفون التغيير لأن الصورة موجودة نقدر نصغر الصورة ممكن لأنه بس مجرد شعار فما لدى يكون كبير نقدر نصغره نروح على الـ style يقولنا هل تحبين أن يكون عليه إطار أو لا يمكن أي تحبين أن يكون عليه إطار لون الإطار الغير على حسب ألوان Toastmasters حسب ألوان Toastmasters حبين أن يكون راوند شيء مثلا دائري على دائر مدار المربع مثل ما نشوف هني بيان لنا يكون على إطار الشعار بعد في لقات ثانية حبين نحط كلام نقدر نعدل الكلام نحطها بها الطريقة كوفي بيست نحط نقدر نعدل على بولد نقدر نعدل أنه يكون تحت خط نقدر نعدل الـ style نحط مثلا الحجم أو حتى إذا حبين نسوي الـ alignment اللي هو إلى في النص أو اليمين أو اليسار حطينا صورة الصورة بعد نقدر نحدد مثلا هل تكون كبيرة بشكل واضح لحسينا أن هل الحجم مناسب ونحط الصيغة صيغة أو نصل البريد الإلكتروني طبعا خديتها من البريد الإلكتروني من البريد الإلكتروني نقدر نشوف هني للتسجيل طبعا ما حطيت الوصلة في نص البريد الإلكتروني لأنا راح نحطها مثل البتن أو مثل الزر اللي يقدرون يضغطون عليه والتجنون خلا أراويكم إذا حطينا هني للتسجيل ما قدر أعدل الكلام مثلا أنا حطيت أهلي للتسجيل ونحط لينك الزوم وصلة الزوم أو وصلة التسجيل فمجرد ما الشخص يوصل الإيميل يضغط عليه ويتنفتح عند الشخص الصفحة اللي يقدر يسجل فيها آخر شي راح يكون اهني مثل نقدر نحط طريق العلاقات العامة للقطاع عشرين أو حبي نضيف أي شيء في نهاية البريد الإلكتروني وبعد شغلة جدا جميلة بدل ما نحط لينك حق الفيسبوك وحبي تويتر الإنستجرام أو أي لينك ثانية أي وصلة ثانية أنا حبيت هالميزة في الميلتشمت أن نحنا نقدر نعدل مثلا مجرد نضغط عليه هذا جزء موجود في كل نموذج أقدر أحط في فيسبوك اللي أحب أن يظهر للناس أو حتى مجرد نضغطون على بالتويتر يطلع عليهم اللينك وكل هالأمور إذا رحنا حق الـ Preview خلا نراويكم شلون يكون انتر الـ Preview mode شلون الشكل اللي حيكون بها الطريقة راح يوصل لكل شخص من القائمة التي إحنا أردي سويناها خلا أقول لكم بعض المميزات والعيوب اللي في كل المميزات والعيوب اللي في كل نوع من الأنواع أول نوع نقدر نقول الميلتشم عدد أكبر مقارنة بالميل مرج نقدر نحط أو نقدر نرتب النموذج بطريقة اللي نحبها نقدر نحط في الزر أو البتن بشكل واضح يبين الناس شنو الهدف من الإيميل وفي بعض طريقة أو الميزة الرابعة إنه يوصل للناس بطريقة جدا مرتبة في مقارنة بالميل مرج الميل مرج ما راح يوصل للناس في الجانج وشغلة ثانية في الميل مرج تكون طريقة العرض إلى الناس كلها راح تكون سهلة لهم سهلة طريقة العرض وما راح تكون ثقيلة وقت التحليل أنا منقدر نحط أكثر من صورة في الميلتشم لكن كل المرج المرج هاي الميزات والعيوب لكل بغناج فيها والخيار راجع إليكم يعتمد على نوع الفعالية يعتمد على شنو حابين تقدمون للناس وأكيد أكيد التجربة هي اللي بتخليكم تحددون أي نوع حابين تستخدمها أتمنى أن كل شي كان واضح وأي سؤال أتوقع الكل عرفتني لا تترددون لا تترددون لا تتردشوني الخاصة لما أن أجهد الله تمام أعود إليك أعود إليك أعود إليك كل الشكر والتقدير إلى الأستاذة العزيزة DTM زهرا أبدعتي وصراحة استفدنا واستمتعنا في المعلومات الجميلة اللي موجودة ويعطيش الصح والعافية حاليا خلاصنا من طريقة تسويق الإلكتروني خلونا ننتقل حق ورشة أخرى ورشة تفيدنا إحنا كمحابرين في توس ماسر أو كعباد توس ماسر عن البودكاست شنو هو البودكاست شنو معنات البودكاست تعليق الصوتي الأداء الصوتي النبارات مالة الصوت الناس اللي تفتح اللايبات الورشة هذه راح تفيدكم جدا 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 سواء في حياة توس ماسر أو خارج توس ماسر راح يقدمها لنا شخصية جميلة جدا 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 شخصية هذه انضمت إلى منظمة توس ماسر العالمية في عام 2017 حصل على المركز الأول في مسابقة القسم في مسابقة الخطب المرحل لموسم 2018 2019 عاشق للصوتيات والأداء الصوتي انتاج الصوت وصار يعمل في هذا المجال منذ 18 سنة وما زال مستمر عطاء تبارك الرحمن في هذا المجال وهو أمين المراسم لنادي توس ماسرز الراية انضم إلى عدة أندية راحبوا معي في توس ماسرز أخوي عبد الرحمن بفتين ولكن قبل أن نسلمك المنصة الإلكترونية أيضا نسأل العزيزة من قاتلنا عن تقرير الوقت حق أخوي عبد الرحمن يا أهلا مرحبا التوقيت كل آتي بإذن الله الدقيقة 30 اللون الأخضر والدقيقة 35 اللون الأصفر والدقيقة 40 اللون الأحمر أودتا إليك كل الشكر والتقدير إلى نقاتنا العزيز حاليا نسلم المنصة إلى شخص نقدر نقول عنه معلق صوتي ممثل صوتي مقلد أصوات صاحب ورشة الفودكاست توس ماسرز عبد الرحمن بفتين إليك ناقل الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا شكرا عريف الاجتماع شكرا إليكم الحضور الكريم يعطيكم العافية بس خلنا نضبط نشوف يليت إذا تسمحون بس مسوين share screen عدل ممتاز قبل ما أبدي الورشة قبل ما أبدي أي شيء أبي أفهمكم شيء رئيسي بعالم التصوير بعالم تسجيل الصوت في عندنا إعداء هذي للإعداء ما نقدر نغلبهم نهائيا إذا إحنا ما كنا عارفين الطريقة المثلة قبل ما أبلش وأقول لكم المعلومات أحب أشارك الجمهور وخنشوف الجمهور وين شنو عنده من هذه المعلومات أول شيء في أحد يقدر يقول لي شنو هو عدو التصوير منو العدو والعدود للتصوير يلي تفتحونه المايكات وشاكوني في أحد الإضاءة ممتاز منو عففا أنا لأنه مطالع عندي محمد الفرحان محمد الفرحان تقدر تقول لي ليش الإضاءة الإضاءة إذا كانت مو زينة بالتصوير يطلع الشكل الشكل اللي بيتكلم أو اللي بيلقي في أكو عيوب تكون مخفية بالإضاءة إذا كانت بطريقة مو عدلة راح تبين واضحة ممتاز ممتاز مشاركة جميلة ممتاز الله يعطيك العافية هذه فعلا البساطة شديدة علشان تعرفون هي شنو مشكلة الواقعية دائما لما الناس تحاول تصور تروح وين غالبية حتى المصورين على أن الإضاءة موجودة يحاول اللي ما عنده يقدر يدفع مبالغ كبيرة حق الإضاءات شي يسوي ويبي الإضاءة الممتازة جدا يروح تحضاء الشمس ولكن هما ضوء الشمس يعتبر مشكلة لأن ضوء الشمس إذا كان جدا عالي وإحنا مو عارفين نعدل بهذه الأمور بأمور الإضاءة بأمور الكاميرا في أمور نسميها الأبيتشار الآيزو الشتر كل هذين إذا إحنا ما عرفنا نعدل فيها راح تصير عندنا مشكلة إنسان هذه المشكلة بكل بساطة إشلون إحنا نقدر نتجاوزها إشلون هذه المشكلة إحنا نقدر نتجاهها كل اللي نحتاجها بس عفوا أنا يليت ما علي أعتذر منكم إذا الشير بس يوقف علشان أنا في نقاط حاضة لا أحتاج الشير أعتذر منكم علشان لي أكثر بس على المشاهدين على اللي أنا اللي أبيها طبعا بساطة شديدة وايد مشاكل نسمعها إن والله أنا محتاج إضاءة جدا ممتازة أنا محتاج كاميرا جدا عالية أنا محتاج أجهزة صوت جدا عالية علشان أقدر أقدم محتوى جدا ممتاز ولكن الحقيقة مختلفة تماما الحقيقة مو هذه بتاتنا دعوني أقول لكم معلومة بسيطة في أحد الأشخاص قدر أن يسوي إنتاج فيلم بالكامير يتم تصوير فيلم بالكامير عارفين بكاميرات شنو؟ بكاميرات السيارة الفلفية شفتوا السيارة لما الواحد يرجع وفيه كاميرا تصور تخيلوا أنه قدر يسوي فيلم كامل بهذه الكاميرا أي لعم ما كانت الجودة ممتازة خيالية لكن ما أحد كان رح يعرف أن هذه من تصوير كاميرات السيارة الفلفية لماذا؟ لأن هناك قاعدة يجب أن نفهمها اللي نحتاجها بالتصوير اللي نحتاج أن نفهم عوامر رئيسية عرفناها أنا لا أستطيع أن أعطيكم التفصيل ولكن أنا سأعطيكم الدليل الأمثل كيف نتعامل معه أول شيء دعونا نعرف التصوير عدوه اللي هو منه اللي رأى نذهب الصوت الصوت يا جماعة مو من الضروري نحن نشتري أغلى الأجهزة وأفضلها كل اللي نحتاجه شيء واحد نحن نقعد بمكانة جداً ممتاز نقعد بمكان بعيد عن الإزعاج والضوضاء حتى لو كانت عندنا سماعات الأيربود ولا السماعات اللي موجودة اليوم تسوي noise cancellation حقك وحق اللي برا بمعنى أن تعزل الصوت الخارجي وتعزل أيضاً صوتك أنت أن ما يكون يعني أنت ما تسمع الناس ولا أيضاً الناس رح تسمع الصوت اللي حواليك يكون بس مرجزة على صوتك حتى هذه السماعات في بعض الأحيان ما تحتاجون للنشتري لأن بعض الأحيان تكون بثمان جداً غالية وبعض الأحيان الأيربود ما تعزل الصوت تماماً ولا أنا أنصح إنه لما نروحك سماعات الواير حتى لو كانت الـ type C ليش أنا أقول لحد يأخذها لحد يروح لها هي ممتازة بس أحد العيوب اللي موجودة فيها راح تحد الحركة راح تحد المسافة اللي بيننا وبين الكاميرا وهذي الأمور كثير ما تحصل حتى تنبوشت للواير بصاير من شوال لابد نزيل شلون إحنا نتجاوز مشكلة التصوير ببساطة بالإضاءة إحنا مو محتاجين إضاءة تكونوا وايد ممتازة نفترض إن إحنا ما عندنا الميزانية الكافية وحابين نطلع لايك في إستغرام أو نصور سيلفي أو شيء بسيط ما عندنا الإمكانيات الكافية إن إحنا ندفع الفلوس عليها أنا اعتذر منكم يعني أنا كان المفروض اليوم أوريكم لكن صارت عندي مشكلة تقنية إن اللابطوب اخترت بالكامل قبل الأرض ولكن سحط لكم بعض المواد بس راح أقول لكم إياها بهذه البصاق أبيكم تعرفون شي رئيسي وايد أحيان إحنا نقني بالقدم مادة نروح نعطي مادة شلو ما نسوي لأننا نحنا قاعدين داخل البيت أو قاعدين المكان مقادرين نتكلم ومضايقين شوية لأننا ما نضغط عني نغرط صوتنا بش يسوي أنا أبي تقولولي هذا الصوت مسموع ولا لا أبي مشاركات أخلها أبي تقولولي هذا الصوت مسموع ولا مو مسموع في أحد قاعد يسمعني يلا أنت أحد يبطل مايك يقولي في أحد سمعني واضح أو يقولي شي من اللي قلته ممكن أسمع مشاركات الصوت غير مسموع وغير مفهوم بتاتا يوجد صوت ولكن غير مفهوم تماما بظهر هذه المشكلة وايد ناس تواجهها وتسويها وهذا الشي يعتبر ترى غلط نحن ما يصير نقعد بمكان نقلل الصوت لدرجة ما أحد يقدر يسمعنك ولا نقعد بمكان اللي نحتاج يكون نبرة الصوت راح أعليها عشاء الليحات سماعات ما نحتاج نتكلم بهذه نبرة الصوت على ش هذا رح يكون شي غلط لأنه شي قاعد متواسل لازم نبرة الصوت تكون هادية جدا لازم نبرة الصوت تكون متوافقة تكون مريحة نقعد بمكان مريح بعيد عن الضوضاء بعيد عن هذه الأمور في أمور كثيرة عشان ندش هذا العالم في أمور كثيرة نقول نعيها تماما ولكن للأسف نشوف البعض يقدم هذا المحتوى وعادي مهمتها هذه الجزئيات المهمة لازم نحرص الإضاءة نحرص على صوت الإضاءة العادية يا جماعة ممتازة جدا وأيضا في النقطة بعد ما نضيف الإضاءة والصوت لازم نعرف النقطة فاتة واللي هي جدا مهمة الهايلايت أو الحين تشكون المسافة اللي موجودة بيني وبين السقف هذه لو احنا أنا قاعد أصور قاعد أو واقف أو اللي يكون هذه المسافة لازم ما تكون بهذا الحجم الكبير ولا أيضا لازم تكون وليس سرعان أقرب شريب أو إني أقرب شريب يكون حدة حدة هذا الشي غلط المفروض شوفوا قصر المسافة يعني يا دو هذا الحجم أصابعكم لتسوين بهذه الطريقة تصير يا دو بشريب بينك بين الكاميرا ليش؟ لأن المنظر العام راح يكون غلط المنظر العام ما راح يكون جيد أصلا للتصوير ودائما نلقي ناس توقف بهذه الطريقة إذا لاحظتوني من المساعة من أول ما بديت نوعا ما أنا واقف شوي مائل وقاعد أحاول ألف رقبتي مو واقف بهذه الطريقة سيدة ليش؟ هذه الطريقة أفضل شكليا أفضل حق تقديم المحتوى اللي راح تزيدونا على ذلك إحنا بالتوستماستر مو عندنا إماءات الوجه والتعابير وحركة الوجه خلوني أقول لكم شي موجود بالإعلام تعاملنا مع الكاميرا محلك أن نرى لمس الوجه لتقديم أي محتوى يعتبر من المحرمات ليش؟ تخيلوا لو أنا قاعد أشرح وقاعد أسوي شبه أقول وايد كبيرة ووايد صغيرة وما قاعد أحط أي معايير حق الصورة ما قاعد أحط أي معايير حق الكاميرا ويء ما قاعد يكون واضح هذه كلها تسبب ما بيقول مشاكل ولكن ما تعطي أي جمالية الصورة خلونا نسوي هذا الصندوق شوفون احنا هذا الصندوق بهذه الطريقة عيدنا ما تطلع أكثر من شيء ليش تلقون بعض المذيعين نحن عندنا بتلس ماسر هذه حركة توتر صح بس بعض المذيعين ينقف لأنه محتاج أن ينقف بهذه المنصة ولا تلقى ما يشبك أيدي تكون بهذه الطريقة اليوم راح نتكلم عن مواضيع راح نتكلم تلقون يتكلم بهذه الطريقة يحاول يقبل بهذه الطريقة ما تكون حركة الإيد عشوائية ولا تكون بالحجم الكبير أن يتكلم بهذه الشكل فدائما تلقون حركة الإيد ما اعتمد على شنو؟ على محيط معين على محيط الكاميرا بحيث أن ما تطلع كثر ميدون ما تطلع بره فريم الكاميرا سواء كنا قاعد نصور بالطول أو كنا قاعد نصور بالعرض شنو ما يكون احنا محدودين يكون داخل فريم لازم نتبع هذه الشكل أي أحد يسألني يقول إنسان إذا كانت إيدي بهذه الطريقة ما هي من بينها تحت هذه لا بس فيها بس أهم شيء لا تكون الإيد بهذه الطريقة من بينها أو إحنا معطينا الجنب أو إحنا قاعدين نتكلم وما يدي مقلبين خل يكون مجرد ما يكون لتكون المسافة بيننا وبين السقف الأعلى موجودة ما نحتاج جنفة إيدنا لفوق نخلي إيدنا بهذه المسافة شوفوا شلون بالإيد أنا راه هوقف شدي شوفوا إيدكم شلون تكون بهذه المسافة هذه المسافة جدا كافية وجدا ممتازة إن إحنا نقدر من خلالها نقدر نوصل الرسالة للإمريكا هذه النقطة النقطة الرئيسة اللي بعدها اللي راح نشفك فيها كل النقاط لكن قبل ما أوصل حق هذه النقطة هل كل شيء واضح إلى الآن قلتك؟ هل كل ما قلتها مفهوم ولا فيه استفسار؟ أسنو قلت أن أسمع من أحد إنتوا لازم تشاركونا لن أتدرون أنتم موجودين عنده بدورة يا جمعي أنا حتى لو كان الالاين لازم تشابكونوا المشاركة شيء مهم أنا عشان أبي أتدربكم عليه لأنا أترى بعد شمية راح أدي أخلي البعض أختار بالأسماع تدرون ليش؟ مرحب أخو يبقى بالرحمن كل الأمور اللي قلتها واضحة بس إحنا نخاف أن تتكلم لأنت بلعت تتكلم عن الصوت فنخاف أننا حين أنت تقيمنا فعشان شي قاعد أشهر لك لا لا بالعكس شرطي هذه الشغلات هذه أحد التدريبات اللي أنا دائما أقول لحق المس شلون؟ شلون أنتو تكونون دائما نحطوا بالكم في فرق تاريبين أن أنا أقدم محتوى في فرق كبير بين أن أنا أقدم فقط أقدم المحتوى لأني أنا قاعد أسجلي وفي فرق بين أني أنا أقدم محتوى حق ناس لايف نفس مثل الناس لدوش لايف الاستقلال أو مكان تويتش أو أي منصة ممكن من خلالها ندوش لايف ويكون فيه كومنتات فيه أمور شلون نقدر نتفاعل دائما نقول حق الناس حاول نتفاعله أكثر مع الجمهور علشان توصل لها الرسالة والسؤال يكون فرنش أفضل منها تنتقل حق النقاط اللي بعدها ننزل ببساطة اليوم أقول لكم موايد شيء مهم ما قاعد الناس تهتبنوا لو إحنا ضبطنا الصورة وكانت عندنا أفضل كاميرا وأفضل إضاءة وأفضل معدات صوت وأفضل أجهزة صوت وأفضل مكان وقاعدنا الوقف الصح وسوينا كل شيء صح ومحتاج أن نطلع لايف علشان نبي نتكلم عن جزء معينة يا جماعة أحد الأمور الرئيسية والنقاط الرئيسية اللي لازم التعودون عليها اللي هي التحضير التحضير الجيد ليس لمادة واحدة فقط بل التحضير بشكل عام شنو علاقة التحضير بهذا المحتوى اليوم أنت لما تقعد كمضيء أو كإنسان صاحب محتوى شايفين اللي إحنا نسميه عندنا المدقق اللقوي في التواس مستر أو عداد التلكؤات شنو فائدته، نحن شنو قاعد نستفيد منها كخططة إن فعلا بالمحتوى ما نقعد نقول الإنسان في بعض الأحيان شفتوا هذي، هذي ما راح تعطي الجودة حق المحتوى في كتر ناس خلوني أقول لكم هذي شغلة اللي أعتقد البعض راح يصد منها ولكن عارفين الفيديو الناس شونة طالعك من غير ما تشعر هذي بعض الحصايات اللي سواها حتى لمن يب شركات حصايات وقاعدين يشوف على بعض الفيديوهات لأنه يدفع لهم الفلوس أول ثلاثواني ثلاثواني من الفيديو المحتوى اللي قاعدين تقدمونا تجذب الناس أول ثلاثواني هه، نتبهوا إن أول ثلاثواني إذا جذبتهم أول ثلاثواني راح يطالعون، لش كتر؟ خمس ثلاثواني، أقول الله ثانيتين، بش دعوة؟ هي يا جماعة ثانيتين تشوفونا بالرقم الهيين، ولكن بحقيقة ما هو هيين لأنها اعتمد على المحتوى ادارتRe إذا هديكم الخمس ثلاثواني، إذا عدوا الخمس ثلاثواني راح تدرون إعصول معكم للخمسة عشر اذا اض вполнеتوا على ناس فلطرين إذا وصلتوا الخمسة عشر، أنتم وصلتوا لبر الأمان لأن الفمسة عشرgr راح تأتيكم ثلاثواني إذا وصلتوا ثلاثهين ثانية هاذي اعتبر إنجاز كبير، راح يقوموا تأسمون حق الخمسيين ثانية إذا وصلتوا لخمسladım posición ثانية راح يوصلكم حق الثلاثة إذا وصلتوا ثلاث دقائق شوفوا من خمسين ثانية إلى ثلاث دقائق إذا وصلتوا ثلاث دقائق لو بعدها تقعدون نس ساعة راح يظلون الناس يتابعون المحتوى ولكن هذا يعتمد على شغل يعتمد على جزئية واحدة فقط بأن يكون المحتوى يشد وأن يكون اللي قاعد يقدم المحتوى متمرز فيه قاعد يشد المشاهد قاعد يقدم له قاعد يقدم له محتوى جدا شيء فالمشاهد يصير متعطش لما سيقدم هذا الشخص أو شنون اللي راح يشوفه بهذا المحتوى هذه الأمور شلون احنا نسويها افتراضا أن احنا طالعين اليوم نقدم محتوى قاعدين نتكلم من غير ما ندعم بأي وسائل أخرى يعني ما نطلع مثلا جرافيكس مجسمات تطلع داخل الفيديو أو أي عناصر أخرى مجرد احنا قاعدين نتكلم لازم احنا نكون مستعدين تماما حق هذا المحتوى اللي احنا قاعدين نتقدم أقول لكم موقف بسيط علشان أنتم من خلاله تقدرون تربطون في أحد المرات كنت متمرس طوال السنوات على التقديم الإذاعي وتقديم التلفزوني تسجيل وأمام الكاميرا ولا عندي أدنى مشكلة ولكن في أحد المرات لما طلعت على الهواء مباشرة بتلفزون وكان عندي البرنامج كان هذي أول مرة أطلع على الهواء مباشر بشاشة الكبيرة كان نطلقون عليها حاشتني لحظة ارتبارك كانت عالية جداً مع أني محظر هذا الشيء انكم وايز هل ستحطونه بالاعتبار حاشتني حالة ارتبارك كبيرة لدرجة أنه اعتقدت لمدة ثلاث ثواني يعني لما شفت التسجيل عرفت أنه ثلاث ثواني أني خلاص ما راح أقدر أكمل أني خلاص أنا الحين مو قادر أكمل بثلاث ثوانياتي هذه الأذكار وكثير من نتيلة هذه الأذكار ولكن ما أقول لكم على ترك بسيط على حيلة بسيطة إذا سويتوها أموركم راح تكون ممتازة تماماً أولاً لا تحاولون لا تحاولون ترقزون بطريقة تقدم خلوكم أول شيء عفوي هذه أول نقطة ثانياً لما تحضرون التحضير التحضير اليوم أنا لما أحضر مادة وأكون عفوي وخلاص المادة أتشبع فيها عفوي هذه المادة شنو قاعد تعطيني قاعد تعطيني ثقة زيادة الثقة الزيادة راح تأثر على شيء وائد أنصر مهم الصوت إش حقه وائد ناس ما يحبون صوت ولا المحتوى مو عاجبني لا لا هو عاجب بس لأن وهو قاعد يقوله ما عنده ثقة وهو قاعد يسوي ما عنده ثقة يا جماعة نبرات الصوت راح تهتز راح تختل بأي شيء لو ما كان التحضير جيد اليوم إحنا راح نتأثر لو ما كان المادة اللي قاعد نقدمها واثقين منها تماماً ومحاضرين حقها بشكل ممتاز كذلك راح تأثر راح تأثر صوتنا راح تأثر طريقتنا راح تأثر إماعات ويهنا نفترضي يوم من الأيام انجبرنا إن إحنا نطلع لي يالنا اتصال السلام عليكم محتاجينكم لأن اليوم تطمعون إحنا يكون شنو التحضير المسبق اللي عندنا القراءة أو الاطلاع وهذه الأمور أول شيء لازم نسوي أول خطوة لازم نسوي ما نجاوض على طول هذه أنا أتكلم كإنستغرام مثلاً أو live twitch أو live youtube بغض النظر أو حتى على الشاشة الكبيرة لازم أول شيء علشان أنتو تكونوا مرتاحين بتخديم المحتوى لازم شنو تصون تأخذوا النسم أنتو لما تكونوا قاعدين وأحيانا تحتاجون أن تأخذوا بالنسم العادي أن أنتو قاعد تكلمون هذا أمر طبيعي لأن حتى بعض الحيان المغنيين يأخذون النسم هذه الطريقة في طرق عدة أن نأخذ النسم بس هذا الشيء لا يواب ترك لأن أشخاص كثيرا نواجههم ونقعد معهم نلقاهم أمهم مو منتفين حق هذه الطريقة بس بعطلهم الباطن قاعد تبترهم قاعد تقللهم من أداة عدم الارتباك التحضير جيد راح يخلين نحن ما نتعب هذه الأمور كلها الارتباك بناءه نحتاج تحضير جيد وأيضا أن نحن نكون مستعدين ونسمى خلوني أقول لكم شغلة كان المفروض أنقدمها بس تخيلوا أن أنا قاعد أقدم شديد تخيلوا أن أنا قاعد أقدم شديد لازم أرجع جسمي على الأقل ليو هذه أحد الشغلات اللي جدا مهمة دائما الجسم لازم يكون مو مراجعة شديدة خلوا ظهر سيدة وحيء هذا سواء قاعدت أو أنتم قاعدوا تفدمون علشان تكون مادة مريحة أنا أنا نقاعد شديد نقاعد شديد هذه نقاط رئيسية أنا ما بيأدش لكم بالتفصيل الأكثر ولكن حطوا بالك النقاط اللي قتلكم إياها إذا حطيتوها بالاعتبار وكانت موجودة عندكم وأيقنتوها تماما كونوا على يقين أن المحتوى رح يطل عندكم مختلف 280 درجة هذه النقاط تحطونها وراح تقدمون محتوى جدا رائع أتمنى أن الكلام اللي أعطيتكم إياه كان مفيد وبهذا أكون حاولت كثير ما أيدر أن ألخص لكم وأعتذر منكم أن المحتوى شوية لأن أنا كنت محتاج أساندة بعض الصلايدات ولكن قدر الله وما شاء فعل قبل ما أختم هل أي أحد عنده أي استفسار هل المحتوى اللي أعطيته كان واضح أتمنى من جهورنا الكريم لأنه ما عندكم تساءل معناته كلكم فاهمين وراح أخذ أساميكم وراح أشوفكم الواحد شو نقدر المحتوى أعطيك العافية يا أخوي بفتي صراحة المحتوى جدا جدا رائع ولكن نحتاج لتطبيق حين هذه الجماعة إذن ما طبقها وهن المشكلة هذا التطبيق أنا راح أشوفها نحن يأخذونها بعين الاعتبار وأعتقد هي أيضا مسجلة بمكانكم تأخذونها وتستفيدونها لازم الدولون اللي قلت عليه ونشوف التطبيق وعلى يقين أنهم مبدعين وقاعدين ينصتون تماما لما قيل عفو النساء عبد الرحمن لدي السؤال لو سمحت مفضل شكرا جزيلا لك مجاهد القيت يا عدل نعم مضبوط شكرا جزيلا لك بالنسبة للنفس أحيانا أشخاص يعانون أن نفسهم ضيق هل هناك تمرينات معينة لزيادة النفس الذي يأخذه للإنسان هذا هو واحد إثنان هل يمكن للإنسان إذا لم يكن معلقا صوتيا غالبا المعلقين الصوتين يمتلكون خامة صوتية معينة هل يمكن للإنسان أن يقوم من خامته الصوتية لا نقول من الأداء ولكن من الخامة الصوتية الأداء يأتي بالتدريب ولكن الخامة الصوتية كيف يمكننا أن نعمل على خامتنا الصوتية. إذا كان بإمكانك أن تجيبني على هذا السؤال. بكل تأكيد. شكرا جزيلا. شكرا لك على هذا السؤال. ببساطة شديدة رح أجيبك. بها البساطة من من غير تعقيدات. أول شيء. الرياضة. الرياضة خليك من هنا نسينها. بس حقيقة الرياضة المشي هذه الأمور. السباحة. كل التمارينة الرياضية رح تساعد شنو. يكون عندك نسم ممتاز. صح؟ هذه رح تعطيك تدريبات. أنت تعرف شلون التنفس. ليش الغياضة؟ شنو علاقتها؟ أنت محتاج لياقة. محتاج أن الرأة تكون ممتلئة صح؟ السباحة. أحد الشغلات المهمة. مو بس بالتعليق الصوتي. حتى بالتمتيل الصوتي. أحد الشغلات المهمة أن الرأة تكون عندها مقدرات أكبر من التنفس. وشلون أنا أقدر أتنفس. وشلون أقدر آخر. الثلاثة سابق. وبالنسبة حق التنفس. هذه معلومة بسيطة. رح أقول لكم إياها. ودونونها. الكلام اللي بقولها دونون. علشان أتذكرون. يفضل. قبل أن تقومون بأي أداء صوتي. أو إذا عندكم مقابلة. قبلها بساعتين. لا تأكلون نهائيا. علشان الجسم. الرأة. ما توزع أكسجين حق المعدة. ويكون تنفس. والأكسجين موجود كامل. بس حق الجسم. قبلها بساعتين. ما تأكلوا شيء. وقبلها من الساعة. ما تشرقون الماء بتاتين. وأثناء ما أنتم تصورون. لا يكون في أي. مثلا. خنقول. المكيف. أو أي هواك. باتجاهكم مباشرة. لأن هذه كلها عوامل. راح تساعد. أن يكون عندك الطرابات والتنفس. مما يسبب الطراب في الأداء. كل هذه الأمور. تحطونها مع بعض. وأخيرا. هو التنفس. أننا إحنا لمنين تنفس. إحنا شلون؟ راح نتنفس شهيق وزفير. نتمرن عليه. ناخذ على الراحة. نتدرب شيء. كل يوم تدرب حقنا خمس دقائق مقعد. وإحنا قاعدين وظهرنا مستقيم. هذا راح يساعد. ومثل ما قلت أيضا الرياضة راح تساعد. أما بمسألة خامات الصوت. شوف عزيزي مجاهد. أنا صار لي قرابة 23 سنة وأنا أدي الأداء الصوتي. ولكن إلا مع اليوم. الطبقات هي أيضا. الطبقات وخامة الصوت هي محتاجة تمرين. كل شيء محتاجة تمرين. أنت لازم التمرن عليها. لازم تسمعها مرارا وتكرارا. تمرن عليها تمرين جيد. وبالاستمرار راح تقدر تعلم. ولكن مرة مرتين ما ضغطت. عمرها ما راح تضغط من مرة مرتين. لازم مرارا وتكرارا نعيد على خامات الصوت هذه. وبعدها راح يصير بمكاننا. أننا نتقنها. وحط بالقاعدة. أنت علشان تسوي الأداء الصوتي. يعني علشان قدرت أتقن. مثلا. بعطيك مثال. مو على الفويس أوفر. علشان قدرت أسوي صوت وحيد جلال. اللي هو. وتحديد الصوت علي بابا في سنتي بايد. علشان قدرت أيب هذا الخامة. خذ مني ستة شهور. ستة شهور تدريب. علشان قدرت أيب هذا الخامة كما هي. الموضوع ياخذ جهد. ياخذ تدريب. تدريب كبير جدا. ولازم أنت تكون أيضا حاب هذا الشيء. فمجرد ما تعطيه من وقتك. يوميا بضع ساعات. راح تلقى نفسك تلقائيا قدرت توصل حيث الخامة والطبقة اللي أنت تريها. واتمنى تكون إجابتي واضحة واستفت منها. راضحة جدا. شكرا جزيلا لك. وصلا عبد الرحمن بورك توبورك. لسانك وماشاء الله معلومات رائعة. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك حياة الله. هل هناك أي استفسار أو سؤال آخر؟ الله يعطيكم العافية جميعا وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات البسيطة. كل الشكر والتقدير لكم. وإن شاء الله نراكم في قادم الأيام. وأيضا نقدر نقدم لكم معلومات وأمور تستفيدون منها. وبهذا أصل معكم إلى الختام. وشكرا جزيلا لكم عريف الورشة. كل الشكر والتقدير حق أخوي عبد الرحمن بفتين. تبارك الرحمن. استمتعنا في الورشة. أفدتنا إن شاء الله بوركة جهودك. لا أشكر الله ما لا أشكر الناس. فكل الشكر والتقدير حق مدير القاعة. كل الشكر والتقدير حق الميقاطي العزيز. السادة أمينة البنكي. كل الشكر والتقدير حق أخوي توس مصر سعد رحمن بفتين. وأختي العزيزة DTM زهراء بنخرج. وأخوي توس مصر أحمد العنزي. وختامه. كل الشكر والتقدير لإعطائنا هذه الثقة إلى DTM. يونس عبد العام على أن أعطيتنا الفرصة أني أصير عريف لهذه الورشة. فلا يشكر الله ما لا يشكر الناس. وكل الشكر والتقدير إلى حضوركم الكريم حالياً. ننتقل مع مدير الأنبياء العربية ومنسق هذه الورشة DTM يونس عبد العام إليك ناقل الصوت. شكراً شكراً جزيلاً توس مصر عبد الله الماجد على هذه القيادة الرائعة. صراحة أنا جداً ممتن إلى فرد فرد نظم في هذه الفعالية. أبدأها بمقدمين الورش للأمانة توس مصر عبد الرحمن بفتيل. وتوس مصر متميز زهراء المخرج للأمانة الجماعة عدة وحق المادة. وأنا أعلم بأن الأربعين دقيقة يعني ظلم في حق هذه المعلومات اللي اتقدمت اليوم. ولكن احنا حبينا ولو بشكل بسيط أن احنا نعطي هذه المعلومات إلى أعضاء القطاع عشرين. والذي يضم أربع دول البحرين لكويت مصر العراق. بصراحة أنا جداً جداً ممتن لكم. وحب يعني أن أشكركم من القلب إلى القلب على ما قدمتوه إلنا من معلومات قيمة. وأنا متأكد بأن الجميع قد استفاد من هذه المعلومات. خويم جاهدة ممكن بس تمرر الشهادات الشكر. شكراً لك توس مصر عبد الرحمن بفتيل. هذا شيء بسيط إلك وإلى جهودك اللي قدمتها إلنا اليوم على هذه المنصة. توس مصر متميز زهران مخرك. شكراً إلك وإلى جهودك وإلى ما قدمتي إلنا. توس مصر عبد الله الماجد القيادي المبدع لفعاليتنا لهذا اليوم للأمانة أبدعت. أبدعت. توس مصر مجاهد القيسي اللي معانا من بداية الوقت إلى الآن وهو اللي يدير عملية الزوم من العراق. شكراً إلك. طبعاً توس مصر آمنة الميل. عفواً على الخطأ هنا. توس مصر آمنة الميل واللي أدارت إلنا الوقت بكل حرفية. شكراً إلك. توس مصر أحمد العنزي. هذا الجندي المجهول لصح التعبير. شكراً لك وعلى جهودك. وهو اللي كان حلقة الوصل بيننا وبين الأحبة الموجودين في دولة الكويت. شكراً إلك. توس مصر أيضاً آمنة الميل. شكراً لش على جهودك. وهي من اللي ساهموا في عملية العلاقات العامة ونشر الإعلان وإيصال الرسالة إلى جميع رؤساء الأنبياء العربية. شكراً لك وإلى جهودك. وإلى هنا شكراً لجميع الحضور. وأتمنى بأنكم قد استمتعتم. وبإذن الله نلقاكم في فعاليات قادمة. شكراً لكم وإلى اللقاء. شكراً لكم.